وحث وزير الداخلية اليوار ركن إبراهيم حيدان مع الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية لدى اليمن ديفيد شات التعاون المشترك في المجال الأمني والتدريب والتأهيل ورفع قطرات فريق مكافحة الإرهاب بالوزارة ونقش اللقاء وجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح عبر المياه الإقليمية وإمكانية التنسيغ لتدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة